موسيقى مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيللومير نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي ونستهله بأبرز العنوين السابع من تشرين أول من كل عام عيد سيدة الوردية المقدسة العقاد ملتقى الأمانات العامة للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط الاحتفال بعيد القديس فرانسيس الأسيزي بعمان وفيها أيضاً لجنة التنصيق الحكومي تدعو إلى زيادة الاهتمام بفئة المعاقين السفارة الإيطالية بعمان تنظم مؤتمراً حول مسار تراث الحضارة البدوية في الأردن أهلاً بكم احتفلت راهبات الوردية المقدسة بعيد العذراء سيدة الوردية حيث أقيم في كنيسة كلية لشميسان بعمان قداس إلهي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطر ياركي للاتين في الأردن احتفالاً بهذه المناسبة التفاصيل في التقرير التالي أنت يا عذراء يا ورد الورد تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في السابع من تشرين أول من كل عام بعيد العذراء سيدة الوردية حيث احتفلت راهبات الوردية المقدسة في كنيسة كلية راهبات الوردية في شميساني بهذه المناسبة بقداس إلهي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطر ياركي للاتين في الأردن بمشاركة المونسونيور موروليلي القائم بعمال السفارة الباباوية بعمان والأخت مشلين معلوف المنتدبة الإقليمية للرهبنة الوردية في الأردن ورئيسة الكلية الأخت كنشتة حسان وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة ولفيف من الرهبان والراهبات ومعلمي وطلبتي وكرال الكلية وجمع من المؤمنين خبزك يعطينا الحياة والموجود الآن في جمعينا خبزك يعطينا الحياة وركز المطران الشوملي في عظته على أهمية الصلاة وممارستها والتي تعمل على تنمية شخصية إنسانية متكاملة مشجعا في ذات الوقت على تلاوة المسبحة الوردية مضيفا إن كان لدينا الإيمان بأن العذراء هي أنموذج الإنسان الأعلى حيث يمكن أن نتعلم منها الكثير وبأنها شفيعة قديرة وأم حانية فسنجد في صلاة السبحة الوردية القوة والسند والعزاء والوحدة في العائلة وإذا كانت لدي نصيحة أن قلها إليكم هذا اليوم الموافق عيد الوردية فهي العودة إلى تلاوة الوردية في بيوتنا كل ما أريد أن أقوله لكم هو جربوا عودوا إلى صلاة المسبحة الوردية صلوها كعائلة وإن تتمكنوا من السبحة فعليكم بجزء منها إذا كان لدينا إيمان بقدرة الصلاة وبالمسيح الذي قال إذا اجتمع إثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون بينهم إذا كان لديكم إيمان بأن العذراء هي النموذج الإنسان الأعلى والتي يمكن أن نتعلم منها الكثير وأنها شفيع قديرة وأم حانية فستجدون في صلاة المسبحة قوة وسند وعزاء ووحدة للعائلة لأن الأسرة التي تصلي معا تعيش في وحدة كاملة لنصلي من أجل أن يعيد الله إلى عالمنا الذي يسير نحو المجهول والملئ بالعنف السلام المبني على العدل والمساواة إلى الرب نطلب استجد يا رب ورفعت الطلبات ووضعت تقادم أمام مذبح الرب على نية كل من يصلي الوردية ومن أجل الراهبات في كل مكان ومزيد من الدعوات الرهبانية خبزك يعطينا الحياة الموجود الآن في جمعينا خبزك يعطينا الحياة وبعد رفع الذبيحة الإلهية تقدمت جموع الرهبات أمام مذبح الرب ليجددنا نذورهن ووعودهن الرهبانية أكرس نفسي لعزتك القديرة أمام والدتك مريم الكلية القداسة وأمام الكنيسة المقدسة جمعة وإني أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية المقدسة أن أبذل جهودي كلها لأوفق بين سلوكي وسيرتي وبين قوانين هذه الرهبانية مدى الحياة أياتها الباتول مريم إني أكرس ذاتي إلى خدماتك مستودي عن نفسي وجسدي وأفكاري وأعبالي وحياتي وصوتي فأعينيني يا سيدتي وشكرت الأخت لوريت زاويدا في كلمتها الحاضرين لتكريم سيدة الوردية في عيدها كما شكرت المطران الشوملي لترأسه هذا الاحتفال وشكرت كل من عمل لإنجاح الحفل طالبة من الرب بشفاعة العذراء مريم موفور النعم وغزير البركات لجميع المؤمنين طالبين لكم جميعا بشفاعة أمنا مريم العذراء أن تنالوا من الرب فيضى نعمه وغزير بركاته كل عام وأنتم إلى قلب الله أقرب يا سلطانة الوردية اسمك حل على قلبي وردي يتركي فرض علي احتفل الأباء لفرانسيسكان في كلية تيرا سنطا التابعة لحراسة الأراضي المقدسة لفرانسيسكانية بعيد شفيع الكلية القديس فرانسيس الأسيزي وذلك بقداس إلهي حضره عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والراهبات إلى المزيد ترأس المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي للاتين في الأردن القداس الإلهي الاحتفالي بعيد القديس فرانسيس الأسيزي الذي أقيم في كنيسة كلية تيرا سنطا التابعة لحراسة الأراضي المقدسة الفرانسيسكانية في عمان بمشاركة المونسونيور ماورولالي القائم بأعمال السفارة الباضوية بعمان وبمعاونة الأب رشيد مستريح مدير الكلية والأب فراسح جازين وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة ولفيف من الرهبان والراهبات ومعلمي وطلبة الكلية وجمع من المؤمنين جعلت الرب دوما نصب عيني لن أتزازع لأنه من عن يميني إن جسدي موسوما بسمات يسوع فعلى روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح آمين سبحوا روحنا السماوات سبحوه في الآل فما من أحد يعرف الإبنى إلا الآب وبعد تلاوة كلمات الكتاب المقدس قال المطران الشوملي في عيضته نحتفل اليوم بعيد القديس فرانسيس الإسيزي الذي وصفه أحد اللاهوتيين بأنه القديس الأكثر شبها بالسيد المسيح وذلك بسبب تواضعه وفقره والسمات الخمسة التي وسم بها في يديه ورجليه وجنبه مضيفا أن القديس فرانسيس امتلك روح القداسة فالقداسة ليست معجزات وليست قدرات خارقة إنما هي المحبة المعاشة بالكامل يطيب لي أن أرى القداسة في شعب الله الصبور في الأمهات والأباء الذين يربون أبناءهم بمحبة كبيرة في أولئك الرجال والنساء الذين يكدون ليحملوا الخبزة إلى البيت وفي المرضى وفي الراهبات المسنات اللواتي لا تفارق الابتسام ثغورهن في هذه المثابرة للمضي قدما يوما بعد يوم أرى قداسة الكنيسة المجاهدة هذه هي في أغلب المرات يقول البابا القداسة التي تسكن بقربنا وتسكن بيننا قداسة الذين هم إنعكاس لحضور الله وفي نهاية القداس شكر الأب بحجازين المطران الشوملي لتراؤسه هذا الاحتفال وشكر جميع الحضور والعاملين من معلمي وطلبة وكورال الكلية والكشافة وكل من شارك في الذبيحة الإلهية متمنيا أن تكون نعم القديس فرانسيس على كل من يطلب شفاعته الله مجد القديسين وفرحهم وقد أتاح لكم اليوم أن تحتفلوا بدكر القديس فرانسيس الأسيزي آمين نجاكم الله بشفاعته من الشرور الحاضرة هيا فرانسيس قم رمي بالكنيسة هيا فرانسيس هلا ترى الخرابة حيثو ما تذهب أنا معك فلا تخاف هيا فرانسيس هيا فرانسيس بدعوة من مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وبتنظيم من جمعية الكارتاس الأردنية أقيم في مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق قداس احتفالي على نية السلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط وذلك بالتزامن مع يوم السلام العالمي الذي يصادف في شهر أيلول من كل عام وترأس القداس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفلدلف وسائر الأردن بحضور عدد من المطارنا والأساقفة ولفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية والسيد وائل اسلمان المدير الجمعية وعضاء ومتطوعي الجمعية وبمشاركة جوقتي وكشافة المطرانية ومسؤولي جمعيات دينية وخيرية وعدد من الفعاليات الرعوية وجموع المؤمنين وتحدث المطران جبارة في عظته عن يوم السلام العالمي ورسالة البابا فرنسيس للعيش من أجل السلام مثنياً على رسالة الكارتاس بنشر مفهوم السلام من خلال أعمال المحبة والرحمة التي تقوم بها تجاه كل محتاج اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها فمنذ عام 1981 تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين الاحتفال باليوم العالمي للسلام السلام أيها الأحبة هو من صلب حياتنا المسيحية وأول دعوة صمعت يوم التجسد تقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام منذ ألاف السنين وهذه الأرض بحاجة ونحن بحاجة أكثر فأكثر إلى هذا السلام اليوم صلينا كلنا سوى مع المؤمنين مع كاريتاس ومع الأساقف في الأراضي المقدسة ومع الشعب المؤمن من أجل إحلال هذا السلام كلنا منتأمل كلنا منصلي من أجل هذه النية والإنجيل بحد ذاته بقول طوبة لفاعل السلام صلى لحالة ما بتكفي نوعاً ما نحن بحاجة أنه نفعل من أجل السلام بحاجة أنه نزيل البغضاء من قلوبنا بحاجة أنه نزيل الحقد من قلوبنا نزيل العداوي بين الشعوب بين الأمم بين الطوائف بين الأنيان المختلفة حتى يحل السلام بطريقة عملية إلى جانب الصلاة اللي صليناها اليوم شكراً لتيلة المجميار شكراً لكل المؤمنين اللي شاركونا بهذه الصلاة الجميلة أمين استفدنا الكاريتاس الأردنية من اجتماعات مجلس الأساقف الكاتوليك للأراضي المقدسة حتى ندعو لصلاة من أجل السلام اللي هي طبعاً أكيد أكمن يوم بعد اليوم العالمي للسلام واللي الكاريتاس من ثلاث سنوات ملتزمة مع قداس البابا فرانسيس لنشر قيام وفكر السلام فكنا استفدنا من هاي الفرصة أنه مجلس الأساقف عنده اجتماعاتهم بعمان حتى نعمل هذا الأداس الرائع اللي رفعنا أكيد فيه كل الصلاوات من أجل السلام بالعالم كله بس بشكل خاص بشكل الأوسط أقيمت في كنيسة الراعي الصالح الإنجلية اللوثرية بعمان احتفالية أحد الشكر التي ترأسها القصة مرعاز الراعي الكنيسة بمشاركة سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بمشاركة باترا وفلدلفيا وسائر الأردن وبحضور جموع المؤمنين وأبناء الرعية وتحدث القصة عازر عن معنى أحد الشكر في الكنيسة اللوثرية قائلا إنه مفهوم كتابي روحي يقوم على ضرورة تقديم الشكر لله على كل النعم والبركات الروحية والجسدية التي يهبها الله لنا يوميا شكرنا يجب أن يترجم بأفعالنا الشكر لله ليس مجرد كلمات نقولها ونأتي في أحد واحد ونقدم الفواكه والخضروات أو حتى التقديمات المادية شكرنا هو عملنا هو خيرنا هو كلمات المحبة هو التعاضد هو التعاطف نحن نعرف أن الله باركنا بكثير من الأمور التي لم يبارك بها غيرنا فشكرنا لله هو السجود والعبادة لله شكره على نعمه وبركاته وانطلاقا من هذه الحالة الإيمانية نمد يدنا لنساعد المجتمع من حولنا ليرى هذه البركات فتعود بالمحصلة على شكر الله على كل النعم والبركات على أنه يسخر ملائكته خداما من خلال البشر الملائكة هم خدام الله على الأرض هم البشر الذين يعينون في كل الأحوال رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران حفل افتتاح ملتقى الأمنات العامة للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقيم في مركز تيرا صنط الثقافي بعمان بحضور عدد من الأساقف والكهنة والأمناء العامين ومدراء المدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي رعى الدكتور عدنان بدران رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج حفل افتتاح ملتقى الأمنات العامة للمدارس الكاثوليكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك على مسرح مركز تيرا صنط الثقافي تحت عنوان بيئة المدرسة المسيحية وحضر اللقاء السفير البابوي لدى الأردن المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتن والمطران كير جوزيف جبارا رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلدلفيا وسائر الأردن والمطران إيفيديس إبريجيان والأبرشيد مستريح مدير الكلية والأخت مشلين معلوف الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن والأخت إيلين فرح الرئيسة العامة للراهبات لفرانسيسكانيات وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والأمناء العامين ومدراء المدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الكوادر الإدارية والتعليمية وتضمن الملتقى كلمة ترحيبية للأبرشيد مستريح أمين عام المدارس الكاثوليكية في الأردن جاء فيها تأسست الأمانة العامة في الأردن عام 1990 عندما تم افتتاح أول مدرسة لبطرياركية اللاتين في الصلط وسرعان ما تلاها افتتاح مدارس مطرانية الروم الكاثوليك والرهبانيات المتعددة والتي انتشرت وغطت بقاع المملكة مضيفا أن عنوان الملتقى يشكل مناسبة للرجوع للذات وتمحيص الواقع كي نرتقي ونسمو بتطوير مدارسنا مؤكدا على أن الطالب هو محور خدمتنا الحضور الكريم تأسست الأمانة العامة في الأردن في عام 1990 ولكن جذورها تعود إلى عام 1869 عندما تم افتتاح أول مدرسة لبطرياركية اللاتين في الصلط وسرعان ما تلاها افتتاح مدارس مطرانية الروم الكاثوليك والرهبانيات المتعددة والتي انتشرت وغطت بقاع المملكة من شمالها إلى جنوبها يحمل عنوان الملتقى لهذه السنة بيئة المدرسة المسيحية ليشكل هذا الملتقى مناسبة في الرجوع للذات وتمحيص الواقع كي نرتقي ونسمو بتطوير مدارسنا مؤكدين على أن الطالب هو محور خدمتنا الذي تصب فيه كافة العناصر والمؤثرات الداعمة لخلق بيئة دائمة التطور في مكوينيها الثقافي والروحي وشدد الدكتور عدنان بدران في كلمته على أهمية إعادة صناعة المدرسة ودورها كحاضنة الرئيسة لتنمية المهارات المعرفية وتنمية الذكاء وصياغة شخصية الطالب المتوازنة من النواحي السلوكية والأخلاقية والروحية والثقافية والفنية والاعتماد على الذات إذن علينا نحن أن نعيد هيكلة المدرسة لنتطيع أن نقوم بدور فعال في إعداد العقول البشرية أي أن نخرج خارج السندوق خارج الصف إلى الفضاء الواسع السايبر سبيس واستخدامه بكل كفاءة استخدام الانترنت والمعرفة والمهارات كل هذه تكون التعلم المدبج بالصف وخارجه مساحة التعلم توسعت ولا نستطيع أن نحددها بجدران أربع وأشار الأب بطرس عازر الأنطوني أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان والأمين العام الإقليمي للمدارس الكاثوليكية في كلمته إلى المسؤولية الخطيرة التي نحن مؤتمنون عليها لنكون في قلب منطقتنا منارة تنير الدروبة لمن سيكونون أمل الغد وقادته وأمل أن نجدد هنا في الأردن التزامنا هذا لكي نحدد الأطر الصالحة التي تساعدنا للإضاءة على بيئة المدرسة المسيحية انطلاقاً من كونها رسالة إنسانية تعزز الرجاء في منطقتنا من خلال التربية على الأنسنة المتضامنة لبناء حضارة الحب كما هو عنوان الوثيقة الصادرة عن مجمع التربية الكاثوليكية في نيسان أبريل 2017 ومن جهته عبر المنسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتن عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتق الهام مشيراً في كلمته إلى الدور الفاعل الذي تطلع به المدارس الكاثوليكية في دعم المسيرة التربوية في الأردن وقدم خلال اللقاء ريبورتاج حول مدارس الأمانة العامة في الأردن بعنوان حضور عبر التاريخ بالإضافة إلى تقديم عروض ودبكات شعبية من أداء طلبة كلية تيرسنطا واختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية لمستحقها رعى سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين اللقاء الذي نظمه فريق التنصيق الحكومي لحقوق الإنسان بالمركز الثقافي الملكي لضباط ارتباط حقوق الإنسان في المؤسسات الأردنية الرسمية والخاصة وفي بداية الاجتماع أكد المنصق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن القانون الحالي للأشخاص المعوقين يمر بمرحلة متقدمة من التطبيق الرسمي والتنفيذ العملي ثم تحدث سمو الأمير مرعد عن أوضاع هذه الشريحة الهامة والتحديات التي تواجه المعقين في المملكة على مختلف الصعود داعيا إلى ضرورة دعمهم خاصة في المجال التعليمي وعمل ما من شأنه لإلحاق فئة الأطفال المعقين ممن هم في عمر التعليم بالمدارس إضافة إلى الجدية الحقيقية بخدمة المعقين الذين يشكلون حوالي 11% من نسبة السكان مشددا سموه على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة هذه الخطة مرسلة لنا من قبل جلالة الملك وهي ملزمة لكل الحكومات فأرجو عليكم وأتمنى عليكم لأننا ما بعد اليو بي آر سنجلس إن شاء الله بعام 2019 في بداية عام 2019 وسنقوم بمراجعة تفقدية رسمية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان أمام الشركاء وأصحاب المصلحة وأمام كافة الهيئات ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمة طمعا المركز الوطني لحقوق الإنسان لأنه كان شريكا في إعداد هذه الخطة ومضامين هذه الخطة فبالتالي هذه الشراكة تتحقق ببداية عام 2016 أي بداية أيضا عام مزيد من العمل حيال إنفاذ برامج الخطة العشرية لحقوق الإنسان أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي مسجلة في محضر هذا اللقاء وهذا الاجتماع أي برامج نوعية أرجو تزويدنا بها حتى نتمكن من تحقيق النشاط أو المراجعة أو الحوار حول القانون أو النظام في إطار السنة الأوروبية للتراث الثقافي 2018 نظمت السفارة الإيطالية في المركز الثقافي الإيطالي بعمان وبالتعاون مع هيئة المراكز الثقافية لدول الاتحاد الأوروبي في الأردن مؤتمرا للدكتورة لوكا بولارولو من جامعة جنيف في سويسرا بعنوان حجار الديسي مسار تراث الحضارة البدوية في الأردن عرضت خلاله نتائج الأبحاث الإيطالية في منطقة الديسي التابعة لمحافظة العقبة لغاية الوصول إلى التراث الأصيل للحضارة البدوية في نفس المنطقة وتناول المؤتمرون كذلك ما تحويه صحراء وادي رم من كنز دفين وكتبات على الجدران ورسومات صخرية وألاف القطع الأثرية التي قام بجمعها علماء إيطاليون على مدى أربعين عاما من الحفريات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى زمننا الحاضر وهي تروي حكاية الحضارة البدوية الألفية في الأرض الأردنية كما جرى في المركز الثقافي الإيطالي احتفال بالسنة الأوروبية للتراث الثقافي لعام 2018 إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية النشرة وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوية قداس إلهي علنية السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع السابع من تشرين أول من كل عام عيد سيدة الوردية المقدسة انعقاد ملتقى الأمنات العامة للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط الاحتفال بعيد القديس فرانسيس الأسيزي بعمان ختام النشرة مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة